مجددا صباح الخير عم طلع عليكم بهالابتسامة الحقيقية لأن الإيفنت بفرح القلب وبيكبر القلب وهلأ مع أضيوفنا بدنا نحكي أكتر وأكتر مع سعادة السفير خليل كرم رئيس الرابطة المارونية ومقرر لجنة الأنشطة بالرابطة المارونية المحامة لحود لحود اللي منه بعيد عن شاشتنا وعن برنامج يوم جديد تحديدا سعادة السفير متر لحود أهلا وسهلا فيكن أهلا يعطيكن ألف عافية قلت أنا بابتسامي لأن الخبر بفرح لما مشوف مجموعة من الشباب والصبايا الكنيسة واقفة حدهم عم بتساعدهم ليأسسوا حياة جديدة ياخدوا بركة سيدنا وينطلقوا وما يتعرفوا على شيء إلا الالتزام أمام مدبح الرب بأنه نكفوا حياتهم على الحلبة والمرة حرام ما تكون خوري يا إلي لا يعني حرام جد حرام لأنك حكيت بطريقة كأنك على المزبح ساعة السفير يعني هلأ عم تتغديني قبل ما أتعشيك أكيد أوكي لا لا اللعبة حلوة كتير طيب بعد كل هالشي اللي عم بصير تقريبا كم كوبل عنا السنة السنة في عنا 25 قبل 25 قبل يعني 50 شبه وصبية يعني 50 عيلي عم تتأسس جديد طيب 25 عيلي 25 عفوا بس 50 عيلي عم بتعيش عيد الفرحة أهل العرائس البنات والشباب طيب لاذا ما نسمع نقمة أنه وينا الكنيسة وبيطالبوا سيدنا طبابة ومدارس وإيه لما هونالك وأنا بعرف وماتر لحود أكد لهذه المعلومة أنه تفاصيل العرس تكلفته من الألاف لليه مع عايب الواحد يحكي بونس للعرسين لينطلقوا بحياتهم على حسابكم وعلى حساب الخيرين طبعا يعني حتى تتغذوا من الخيرين لك ما في شك أنه هالنشاط هو تحدي كبير وأكيد متل ما عم بيجيك ناس يشتكوا في كتير ناس يشتكوا أنه هلأ بهالوضع المأزوم باللبنان عم تعملوا هايك نشاط بتصور شعبنا آه جميل أكيد بتصور شعبنا في لبنان بحاجة لخبر صار وهالخبر هو اللي بده يخليه يبقى ويتجزر وسيدنا البطرك كتير داعم هالفكرة نحنا ما كنا فينا نكمل لو من سيدنا اللي هو رح يبارك ورح ينتقل خصوصي من الديمان على بكركي لنقدر نعملها الاحتفالية اللي رح تكون بالساحة الكبيرة طبعا بكركي لأنه العدد كبير السنة وسنة الماضية كان العدد أقل مشان هيك نعمل ضمن الكوبول وأصر حتى لو وبما أنه العدد قليل أنه نكمل التحدي ونربح التحدي والأهم من هيك أنه هالكوبلات عم بيجيبوا ليد واللجنة اللي مقررة الأستاذ لحود ورئيسة الأستاذ جورج حاج نشيطة جدا مش بس عم تهتم بالعرسين عم بتحاول اللي هي أصعب تهتم بولادهم اللي صاروا حوالي الخمسمية أظن سهل الله بعد أربعة عشر السنة إذن هيدا نشاط مهم وليزم يكمل وإن شاء الله اللي بعدنا كمانا بيكملوا ويطوروا وتصير كمان على صعيد كمان أوصع وأكبر لأنه بيعطي أمثولي لهالشباب أنه هن مش وحدهم وهن مش متروكين ونحن منشجع هالتوجه مشان يأسسوا عيلي لأنه الأساس بلبنان نوكليوس طبع بقاءنا هو العيلي نعم عكالحال يعني اللي بتابع الضغط البترك نهار الأحد بيعرف أنه توجهوا عن العيلي العيلي الصغيرة والعيلي الكبيرة اللي هي اللبنانيين أجمع ماتر بثلاثة أيلول لأحد المقبل رح يكون هيدا الاحتفال واكتروا بيانطروا أنا منهم على شاشة التلفزي لأحضر وتابع ونشوف فرحة هالناس من استقبالهم طبعا فيه التحضير من بدلة العروس ومايكاف والزينة الضيافة العريس نفس الشي لأن في سنة كان لنا فرصة استقبلنا كوكلين منهم وفرجونا يعني كيف كانت الرابطة إلى جانبهم بكل التفاصيل وما كانوا عم بيحطوا الشروطات يعني هيدا خليني أقول لك إيه هالفيدباك أنه تركونوا حرية الاختيار نقل الفستان اللي بديه عزوء إذا مش مقتنعي يتركوها عندها شواتين مش إنه يا باه هيدا جايبين الفستان ينقل بسي وطنعي على المفزح أقولي أوكي فهيدا شكلي بس عليك شكلي بهيدا النهار المميز وقدم فرحة هالأشخاص يلي هن بحالة يعني متواضعة قدم فرحتهم كل الإشياء بتهون ونحن بهيدا النهار ما منقبل ممكن بهيدا النهار ولا قبل بالتحذيرات ما يكون إنه عم بيكون عندهم فرح عظيم من داخل قلبهم بكل الإشياء ما في شي ملزم بالعكس بخصوص الصبايا عم بيكون في إذا في عنا خمسة وعشرين عروس عم بيكون في عنا فوق الميت فستان يختاروا من بيناتهم يلي بدوا نياه واللي بيناسبه والعريس عم نخيط له بدلي على قده تقدم من عند فيوردالي من أحلى المحلات لحتى يكون هيدا النهار فرح عظيم وبكل المستلزمات للعريس عم نقدم كل شي بيفرحهم وعلى أكمل وجه وعلى أفضل تقدمه فهيدا النهار ممنوع وعلى ما يكونوا مميز بالنسبة لقلهم وكل قبل لازم يحس بأنه بهيدا النهار بأنه الفرح فرحوا لقلهم فرحوا أبدا صحيح طيب ساعة السهيفيركت عم تحكي عن العيلة وحضرته الماتر لحود لحود كمقرر أيضا قلتلا عم بيتابعوا وعندهم مسؤولية كتير كبيرة هل العائلات اللي تم تزويجه وهن طبعا يعني وضعهم غير ميسور لا يقدروا يعملوا هالخطوة وياخدوا هيدا القرار ويبنوا عيلة ويأسسوا هن أصحاب مع بعضهم يعني لما منشوف 25 كوكل عم يجوزوا بفرد النهار بنفس المكان بيضلوا على تواصل مع بعضهم يعني بتقلقوا هالشبكة التواصل بين الأزواج الجدد صحيح نحنا خلقنا بالإذن سعى التسافير لأنه أنا عم تابع هذه المواد نحنا بهذه الولاية خلقنا عدة أفكار جديدة عم نتابع معهم كلهم لأنهم نعتبر بأنه هاي ودي العائلات إنه عائلات الرابطة المارونية والبطرياركية المارونية فتحنا جروبات واتس أب وغيرهم عملنا أحصاءات عنهم كلهم وين سكنين أولادهم بأي مدارس شو أعمارهم شو فينا دعمناهم على عيد الميلاد دعم مباشر ورجعنا كمان عم نعمل إحصاءات عن أولادهم بأي مدارس كمان عم نجرب إنه إن كان بالخاص أو بالعام نوقف حدهم وبنفس الوقت عملنا آخر نشاط هلأ بإنه نقينا 8 أولاد متفوقي عملنا لهم احتفال بالرابطة وكرمنا هون قدمنا لهم كمبيوترات ومبالغ كمان نقدية وعم نجرب نتابع معهم حتى بأمورهم الخاصة بهذه العائلات لنحافظ أدبة فينا على تماسكون وأكيد عم تخلق هيدا الجو بيناتهم روابط عائلية قبل الإكليل ومبعد الإكليل وعم بصير في صدقات كتير عم بتابعوا مع بعضهم والكمية من قليلة صرنا نحنا تقريبا فوق السبعمائة شخص مكليلين يعني نحنا صرنا منشئين فوق 370 عائلة نعم وفي عندك فوق 500 ولد نحنا ساهمنا بوجودهم لها الحياة صحيح فأكيد نحنا حدهم متابعين وإن شاء الله التقديمات لقدام أكتر وأكتر والنشطات أكتر وأكتر طيب سعدت السفير متر الحوض خلينا مع المشاهدين نشوف فيديو عن هيدا العرس ونرجع ونحكي ونشوف أكتر يعني كل التحديات اللي وجهتوا أدي يعني موقعك كسفير وأيضا على رأس الرابطة المارونية كمان بتسهل الأمور عم بيكون فيه بين لبنان وبين برا الدعم كيف عم بيكون لتقدروا تقوموا بعرف في سبونسرزو ساكر أحدهم متر الحوض يعني تحدياتي كتير كبيرة أدي أنتوا رادي وشو مشاريع الرابطة إلى جانب يعني النشاط العرس الجماعي وهلأ عم بيسألوني بعد في حدا يلحق لا يا صديقاتي لأن بعرف الموضوع الدورة اللي جاية اللي عبالة تتزوج وقدرتها الإمكانية ما بتسمح لها مع عريسة وشريك حياتها أنهم يقدموا على هالخطوة لأن العرس أحد الجاية مش رح يلحقوكن هلأ منضل على تواصل طالما هلأ ساعات السفير وماتر الحوض موجودين معنا خلينا نشوف الفيديو ومنرجع متابقنا هنا وياكم خلال أربعة عشر سنة وبعد ما أكتر من ستمائة شاب وصبية تكللوا بتنظم لدات الشؤون الاجتماعية والأنشطة الداخلية بالربطة المارونية وبرغم كل الظروف العرس الجماعي الماروني بمباركة غبطة البطريارك مار بشارة بطرس الراعي نهر الأحد ثلاثة أيون ست المساء بالصرح البطرياركي كركي كونوا على الموعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كرابطة مارونية بيصير في سعمية من الطائفة الأرثوديكسية أو من الكاتوليكية أو من أيها بدا معامل بس تنعمل صحيح ومعمول ما عنا رفض لحده هم يستوفي شروطات الزواج بحس التعليم الكنيسة الفيديو كان كيف هو في ساعة السفير طرحت عليك سؤال قبل الفيديو قدية يعني سخرت موقعك علاءاتك لتكون على رأس الرابطة وتقدر تعمل فرق وتترك بصمة هلأ ابتداعاً الخريف وهيدا بهم برنامجك بتصور عنا مشروع العودة إلى الجزور هيدا مشروع بلشت فيه رابطة من زمان توقف بسبب حرب 2006 لأنه كان عنا 200 شاب وصبية من الاغتراب أكتريتهم من أمريكا اللاتينية وهلأ هلأ عمل لجنة بلبنان مشان ربط السفارات الأمريكية اللاتينية بين بعضها بلبنان مشان يتعاونوا بالنسبة لأمور مثل هل مشروع بقى هلأ عم نفكر لصيف الأربع وعشرين نرجع على أمل أنه الأمن والوضع يسمح وتصور يسمح لأنه السنة الوضع الأمني كان مستتب سمح للكتير المغتربين أنه يجوا على لبنان وهون كل اللجين رح يكون إلى دور لأنه مشروع كتير كبير يعني ما في لجنة واحدة تقوم بهالشي أنه نرجع نجيب مئات المغتربين على لبنان يعملوا مثل يتعرفوا على البلد يتعرفوا على تقاليده على دياناته على اللغة نعمل بما في الطبخ والموسيقى وكل شي على تقريبا بدنا ندرسها إذا 30 أو 40 يوم الأرجح 30 يوم يعني لحد 2006 كان كتير ناجح بال2006 اضطرينا نردهم عبلادهم عبر مطار دمشق طبعا هذا اللي خلينا شوين فرمل بس هلأ عملنا الاتصالات اللازمة وفي حماس وين ما كان حتى في بلدين ما كانت تهتم مثل شيلي سنة مهتمين يرجعوا عهد وبتكون ضيوفنا بالصيف القادم لتخبرون عن هيدا طبيعا 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 بس بس بدي ذكرك بشغلي سألتني سؤال بتلي شو شروط الرئيس الراحل السابق للرابطة المرونية الوزير ميشيل قدي لك الناس بتعرفو تحط شرط تمنى أن يكون أحد الشروط للزواج عندنا بالرابطة أنه يكون مينموم خمس أولاد ويمضوا ما ضوب الله يرحمه يكون مينموم خمس أولاد لأخل له خمس أولاد ويمضوا الشباب عم بقولولي خلص نسيها شي للفكرة من رأسك طيب ساعة السفير كتير مبسط باللقاء معك إن شاء الله بلقاء تاني منحكي أكتر وأكتر ماتر لحوض لأنه هلأ عم بيجي شل يعني الشروط في خجل إذا أنا كنت مني مقتدر ماديا وعروس كمان مع مصاري إن نروح لعندكن كيف بتغرب لو لتصال ول 25 كوكل بالعكس نحنا أحد الأهداف طلعتنا اليوم معك على أوتي في لنوسل صوت لكل شاب وصبي بحاجة ما في عنا ولا أي شرط مسبق أي حدا بيحب يشارك نحنا الرابطة ويسجل اسمه لسنة الجي ويكون متوفر فيه شروط الزواج وهي كل قصة وأهلا وسهلا بالجميع وبالعكس نحنا منشجعون حتى يتزوجوا ويبنوا عائلة وحتى منتابع معهم بعدين نعم هيدا المتابع ساعة السفير عفوا على السؤال ما بدي يكون خبيث بسؤال وانزع على الجو اللطيف بهيدا اللقاء غير مطابقين للزواج كانوا من الأول بس اللي عم تعملوا ساعة السفير عم بيشدد أواصر العيلة بمتابعاتكم وخاصة مع الأولاد عم تشيلوا عنهم عبق كتير كبير يمكن الوضع الاقتصادي هو ممكن يكون سبب رئيسي لهالانفصال انشاء الله يا رب الله يتمم عخير نهار الأحد كل عيون اللبنانيين المعزومين رح يكونوا ساعة العرس رح بيكون ساعة ستة ساعة ستة المساء يعني اللي راح على البهر أو راح على الغداء في يجي هيك اللي أعزب مثله وعباله بتفتح شهيته على الجايزة بعدين بياخدوا أفكار بيعفهم بياخدوا أفكار لأن قلتلك أنا ساعة السفير بحضر الأعراس كلها بس ما بعمل هيد الخطوة فكتير بتاخد عن جد أفكار من الزينة السيارات اللبس الميك أب الشعر للأشخاص اللي بتهتم فيعطيكم ألف عفية ساعات السفير أنا بشكر كتير حضورك معنا رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم ماتر لحود اشتقنالك عكل حال نحن معاودين عليك بلقاءات اليوم بس بصفتك مقرر لجنة الأنشطة بالرابطة المارونية المحامل لحود لحود أهلا وسهلا فيكم وتحياتنا لغبطة سيدنا البطرق وأكيد لكل القتل اللي رح يقولوا هنعم وان شاء الله بتكون يا رب أبدي بتتهنوا يا رب بكل شي وعيشوا الفرحة ما قبل 3 أيلول وما بعد 3 أيلول إلى مدى العمر شكرا 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 لحضوركم مشاهدينا فاصل علينا من روح من بعد لدكتور الفريد كارم الناتروبات ليخبرنا عن فريوتيك بلاس اشتركوا في القناة